اشتركوا في القناة من يعلم نعم كتاب الأطعمة أي والأشربة سوما يتعلق بالطعام أو الشراب الشراب فمن لم يطعمه فليس منه نعم لأنه يطعم كذلك الشراب قلنا الأطعمة الرزق رزق الله سبحانه وتعالى ينقسم الأقسمين حلال وحرام أو رزق قبل هذا عام وخاص الخاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى والعمل الصالح والرزق الخاص إما حلال أو حرام في الأطعمة هنا قلنا الطعام إما أن يكون حيوان أو غير حيوان فالحيوان ينقسم الأقسمين حيوان البر وحيوان البحر حيوان البحر الأصل فيه الإباحة والحل إلا ما نعم يستخبث خبيث وكذلك ميتة البحر حلال إلا الضفدع على ما ذكرنا مثلا والتمساح لأن له نام أما حيوان البر فعندنا المحرمات إذا عرفنا المحرمات غير هذا فوحل كل ذي ناب من السبع الأسد والفاهد والكلب كل ذي مخلب من الصيد يصد به كل ذي مخلب من الطير يصد به كالصقر مثلا نعم والنسر الثالث ما أمر بقتله أو نهي عن قتله ما أمر بقتله الحية والعقرب والفأر ما نهي عن قتله النملة والنحلة مثلا والهدهد والسرد ما نص عليه الحمار الأهلي خرج بهذا الحمار الوحش المخطط كذلك ما كان مستخبث خبيث كالجلالة التي تأكل الخبايث ولا تأكل الطيبات يعني غالب الطعام لها هو الخبيث للطيب وغير هذا حلال الأنعام إبل وبقر وغنم والدجاج والخيل والأرانب والغزلان والضبع والضب والحمار الوحش صحيح صحيح أي نعم طيب أما الأشربة فالأصل في الحل إلا مكان مضر أو مسكر مضر السم مسكر خمر أداب الأكل والشرب التسميع عند البدل ويحمد الله عند الفراغ الأكل باليمين وجوبا ويأكل مما يليه يليه يأكل من الأطراف ولا أكل من الوسط إلا إذا كان الطعام أنواع مثل ما يصنع أخواننا جزيهم الله خير يعني يصنع ولنا صحن فيه سلطة أنواع كثيرة هل يصح أن أأخذ من النوع الآخر نعم لا إشكال يأكل ما سقط لأنه لا يدري أين البركة يلعق كذلك يلعق الأصابع أو يلعقها يلعقها أو يلعقها لأولاده معروفا هذه الحبات الرز التي تسقط أحيانا سئل عنها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ترمى قال لا ترمى قال ماذا أصنع قال اتق الله حبات الرز قطع الخبز محاسب أنت عنها وغيره أن يعلم أن كل ما به من نعمة فهي من الله وأن القوة لا تطلب إلا من الله يجعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس يصح أن يأكل حتى يشبع أحيانا نادر هذا ما يجعل هذا ديدا ودائما لا والمؤمن الكافر يأكل بسبعة أمعان لا يشبع أصنع الله مسلكاً يعني انتهى وأكل الصحابة رضو الله عليهم من الحوت العنبر قالوا فأكلنا منه حتى سمنا نادر أما يجعل دائم هم الأكل سبحان الله يأكل يأكل بثلاثة أصابع بيديه ليومنا أجلس الذكاء قلنا تكون إما بالعقر أو بالذبح أو بالنحل واشترط شروط نعم يا سفيان أن يكون الذابح أي المذكي مسلم أو كتاب يهودي أو نصران فلا صح ذبح المجوسي ولا الرافض ولا القبوري صح نعم ويصح ذبح المرأة نعم وأن يكون بمحدد يعني شيء له يعني يستطيع القطع بسرعة السكين وأن كان في بلاستيك فلا تصلح العظم والظهر لا يذبح بها أن ينهر الدم لابد من خروج الدم يقطع المري والحرقوم والوجين وكذلك يذكر اسم الله وإن نسي التسمية نسي بسم الله فهذه ميتة ويقول الله أكبر استحبابا لماذا حتى لا تعظم في نفسه وذكرنا هذا خمس شهور نعم طيب أما الصيد يُعقر في أي مكان وقلنا الصيد إما أن يكون بالآلات أو بالحيوانات الحيوان الصيد بالحيوان أشترط فيه أن يكون معلم كيف نعرف أنه معلم يسترسل إذا أرسل تقول له انطلق بسم الله ينطلق وينزجل إذا زجل اجلس يجلس وإذا أمسك لا يأكل هذا أعرف فإذا ذكر اسم الله على الصيد تعال هنا إذا ذكر اسم الله على الصيد ولم يأكل فهذا فيه أنه صاد لصاحبه نعم الأيمان والنذور ذكرنا في اليمين أن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسر لغو هذه لا شيء فيها تجري مجرى الكلام لا والله بلى والله وهو الثاني نسى الله السلام العافية من غموس كبير من كبائر الذنوب يقططع بها حق المرئي مسلم الثالث اليمين المنعقدة تنعقد قلنا بأمور أربعة يمين منعقدة أن ينوي نبحث عن النية نوى فهي منعقدة أن يكون السبب قائم خرج بهذا ما لو زال السبب الثالث التعين أن يعين خرج بهذا إن لم يعين الرابع اللغو قلنا هل يساعد اللغو في هذا أو لا بحسب اللغو ما يتلفظ به واليمين إذا كانت على غلبة الظن فليس فيها كفار وإن تبين خلاف اليمين أقسم على غلبة الظن مثل ما أقسم الرجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن فلا شيء عليه أقسم على أمر ماضي أقسم على ماضي صادق فقد بر في قسمه كاذب فهو آثم وكفارة اليمين تكون على ما يستقبل مفهوم نعم وذكرنا أيضا كفارة اليمين وذكرنا كذلك النذر وقلنا نذر لله ونذر لغير الله الشرك أكبر ولا تنذر محرم ولم ينذر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أتبع كان الإسلام وباع واشترا وتزوج ثم حصل بعد هذا طلاق وخلع واعتدت المرأة وأكل وشرب نعم تتوالى عليه كلا إن الإنسان ليطغى الرأاه استغني الآن كانت الخصوم ما بين الزوج والزوجة الزوج ولي الزوجة الإخوان الأعمام أقارب الزوجة يبدأ الآن بالجنايات غيري جنى جناية على النفس جناية على النفس جناية على النفس يقول أقسام القتل ثلاثة قتل عمد وقاتل شبه عمد وقاتل خطأ عمد وشبه عمد وخطأ قتل العمد أن ينوي القتل أن يأتي بآله تقتل في الغالب أن يكون المقتول يعرف أن هذا المقتول معصوم ثلاثة أشياء يسميه يعني البعض يقول قتل مع سبق الإسرار والترصد ينوي القتل يأتي بآلة تقتل ويعرف أن المقتول معصوم مسلم أو كتابي مثلا على ما سيأتي ماذا عليه عليه ومن يقتل هذا في المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا عقبات خمسة ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا معنى الآية عمد فجزاو جهنم نسى الله السلام وعافظه فجزاو جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم خمس عقوبات جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم خمس عقوبات هل هو كافر في الدنيا كفر أكبر لأنه مرتكب كبيرا من كبير الذنوب لا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وعلى خطر عظيم نعم لابد أن يتوب بالشروق التوبة هذا ما يتعلق بحق الله يبقى معنا حق عندنا حقوق ثلاثة تتعلق بالقاتل كم حق ثلاث حقوق حق لله يستغفر ويتر وحق للمقتول هذا يكون يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يرضي المقتول هذا إذا تاب القاتل وأناب رجع لله يبقى معنا حق لمن لأولياء المقتول أهل المقتول يطالب بالقصاص طبعاً من السلطان أو يأخذ الدية أو فمن عفيا له من أخيه فمن عفيا له من أخيه سمى سمى المقتول أخل القاتل نعم أخوة إيمانية وهذا الدليل أنه لا يكفر أخوة 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 المطالب بالقصاص من السلطان أو الدية أو العفو بالمجان عفونا عنك مفهوم هذا القتل العمد ينوي آلة تقتل يأخذ مسدس سيد مثل آلة تقتل حجر كبير صخرة ويرض بها رأس المقتول تقتل أم لا هي تقتل الثاني قتل شبه عمد الآلة هنا ليست آلة تقتل الغالب وهو لا ينوي القتل في الأصل ينوي التعدي عليه نعم لكن لم ينوي القتل أو الآلة لا تقتل في الغالب مفهوم إذن ينوي التعدي عليه للقتل والآلة في الغالب لا تقتل طيب هذا الشبه العمد في شبه العمد هنا عليه التوبة وهنا لا قصاص يعني لا يقتل وإنما عليه الدية طيب يبقى معنا قتل الخطأ قتل الخطأ لا ينوي القتل أصلا أراد خرج في الصيد وأراد أن يصيد الغزال وإذا به يصيد معصوم فهذا قتل خطأ لم ينوي القتل أصلا طيب بعد هذا ذكر المؤلف الديات الديه في النفس إذا قتل معصوم ففيه مئة من الإبل أفهم مئة من الإبل دية كاملة صحيح نعم طيب نأتي بأمثلة إن شاء الله كل ما في الجسم كل ما في الجسم منه شيء واحد ففيه دية كاملة كل ما في الجسم فيه منه شيء واحد ففيه ففيه دية كاملة من يعرف أشياء في الجسم واحدة واثنين وأربعة وخمسة وخمسة ما يوجد وعشرة وأكثر من يعرف فقط يا أخوانا أنا أسأل عن الجسم الآن سبحان الله بسم الله نعم أشياء يكون في الجسم منها شيء واحد أصبر معي العقل كم عقل عندك الحمد لله لو تعدى إنسان على آخر وصار مجنون إذن هذا فيه دية واحد العقل والشم شيء واحد يعني تعدى عليه حتى أصبح لا يشم والذوق والسمع أصبح لا يسمع عمود فقري واحد والعضو أي الذكر لسان واحد رأس واحد صح قطع الرأس لا أكمل اتفق أهل السنة والجماعة على أن للحسين رأس واحد والله اتفق لكن اختلف الناس اليوم رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في العراق ورأس في إيران ورأس في باكستان والله أعلم قد يكون عندكم رأس أيضا سبحان الله ما تعرف الأشياء التي منها في الجسم شيء واحد والبصر كذلك تعدى عليها حتى صار أعمى لا يبصر هذا هذه أشياء في الجسم يكون فيها شيء واحد قلب مثلا طيب اثنين عينين وأذنين ويدين ورجلين وخصيتين ولحيين صحيح وإليتين وكليتين صحيح طيب في العين الواحدة كم نصف الدين خمسين مفهوم طيب الأنف من خرين ومارن لو قطع الأنف كاملا ففيه دية كاملة صحيح طيب ما في الجسم منه ثلاثة أسنان أسنان ثلاثة أسنان عندك يا رجل اتقلنا أربعة هؤلاء لا أصلح أن يكونوا طباء إطلاقا الله عنه ما يعرفوا نعم فيه أربعة أي هذه هي نعم واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام أربعة خمسة هذا اللي يقول أصابع خمسة هذا ليس بإنسان كم أصبع عندك يا أخي يرجو اتقلنا عند الإنسان كم أصبع عشرة هذه أصابع اليدين وعشرة أصابع رجلين مفهوم ففي الإصبع الواحد كم يا أخوانا لا أحد يتكلم عشرة من الإبل في اثنين استغفر الله أسبعين عشرين ثلاثة أصابع ثلاثين أربعة خمسة أصابع ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أصابع في هدية كاملة مئة من الإبل مفهوم طيب في أكثر من عشرة نعم أسنان كم سن أضراس أنياب أسنان كم الجميع الله أفتح لك ثلاثين سن كل سن بخمسة من الإبل المجموع ما أحد يتكلم يا أخي خمسة في ثلاثين مئة وخمسين وخمسة وخمسة عشرة مئة وستين إذن الأسنان كلها فيها مئة وستين من الإبل مفهوم طيب سن نام ضرس كل واحد خمسة من الإبل مفهوم هداك الله يا شكرا عرفت العدد الآن من جديد إذا فيه في الجسم منه شيء واحد ففيه دية كاملة النفس والسمع والبصر والشم والذوق والعقل مفهوم لأنه قد يضرب إنسان هذا ما شاء الله تعدى على الإنسان أخذوه إلى المشفى إلى المستشفى ذهب عقله وصار لا يبصر ولا يسمع وانكسر عمود الفقري كم يدفعنا أربعمائة بعيدة أربعمائة من الإبل فهذا يقول لو قتلت كان أحسن لا كيف أحسن خمس عقوبات تقول أحسن اتق الله يا رجل صح نعم ليس بأحسن أحسن عند الجاهل وعند العالم أنا أعطيك المثال أحسن من هذا الآن اسمع دية المرأة على النصف من دية الرجل دية المرأة على النصف من دية الرجل ما لم تبلغ الثلث مرة أخرى دية المرأة على النصف من دية الرجل ما لم تبلغ الثلث قتل امرأة ففيها كم من الابن يا أخوانا لا أحد يتكلم اللي يعرف أربع أسبع ويأثر ما أحد نعم خمسين ما لم تبلغ الثلث اسمع معي أسبع واحد عند المرأة فيه كم فيه عشرة مثل الرجل فإذا جاوزت الثلث على النصف اسمع عشر اسمعين ثلاثة ثلاثين أربعة كم أربعين يا أخي ركز معي أصبر يا شخ أربعة جاوزت الثلث الآن كم في أربعة أصابع بالنسبة للمرأة عشرين فتح الله عليك جاوزت الثلث نصف مفهوم مرة أخرى عقل المرأة خمسين من الإبل قل هاك الأحسن طيب أسبع واحد من أصابع المرأة عشرة اثنان ثلاثة أربعة عشرين خمسة ما أحد تكلم خمسة وعشرين طيب معلش تحمل أسبب أنت اللي تحسب وهذا الذي يجني هذا الأخ هدان الله إياه قطع ثلاثة أصابع لمرأة كم ثلاثة أصابع فيها ثلاثين عندما انتبه عندما خرج جابوا الحارث قال ماذا صنعت قال قطعت ثلاثة أصابع قال ارجع اقطع الرابع حتى تكون عشرين راجع وقطع الرابع ماذا ناصنا عشرين نقول لا في الأول لعله القطع الأول كان شبه عمد صح فعلك ثلاثين من الإبل والأخير عمد نقطع لك إسبع فضع إسبع ودفع ثلاثين من الإبل مفهوم وهذا لا يصلح أن يكون مفتي فهمت فهمت الآن إذن المرأة في الدية على النصف من دية الرجل ما لم تبلغ الثل طيب في اللسان دية كاملة في الشفتين في كل شفا نصف دية نعم طيب في الذكر دية كاملة في الخصيتين دية كاملة نصف خصية واحدة نصف طيب في العمود الفقري الصلب دية كاملة في العينين الرجل الواحدة نصف دية هناك تعدي على الرأس يسمى في الرأس يسمى ما شج النبي صلى الله عليه وسلم شج هذه في الرأس في الجسم جرح مفهوم طيب لها أسماء عندهم المأمومة يقول تخرق الرأس حتى تصل إلى أمة الدماء مفهوم طيب ففيها كذلك ثلثة دية المنقلة تنقل العظم يعني تجعل العظم ينتقل من هنا إلى هنا مثلا هذه منقلة تنقل العظم طيب فيها خمسة عشر من الإبل طيب في السن ذكرنا الموضحة هي التي تبين العظم توضح العظم طيب خمسة من الإبل هل يقتل الرجل بالمرأة رجل قتل مرأة هل يقتل بها سبحان الله ننظر من أول قلنا من قبل قلنا أن دية المرأة على النص من دية الرجل لكن تعدل هل النفس يمكن قتل نصف نفس لا هل تقتل المرأة بالرجل نعم كيف لا سبحان الله ورد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة صح أي نعم هل يقتل المسلم بالكافر لا طيب يشترط في وجوب القصاص شروط أن يكون القاتل ماذا مكلف بالغ عاقل فقط طيب وأن يكون المقتول معصوم الدم من المعصوم من يعرف من معصوم الدم المعصوم من هو بسم الله مسلم ومعاهد وذم ومستأم فتح الله عليك هذا الأربعة لو سئلت من المعصوم تقول المسلم والمعاهد الذين جعلوا بيننا وبينهم عهد وذم أهل الذمة صح والمستأمن نعطيه الأمان حتى يدخل للتجارة أو للتعرف على الدين هذا المعصوم مفهوم وبهذا ترد على من خوارج أي نعم طيب كذلك أن يكون مكافئ له فإذا كان غير مكافئ له لا يقتل به فلا يقتل المسلم بالكافر طيب لا لا تتكلم بهذا اتركوا الام إذا كان القاتل والد للمقتول هل يقتل به أم لا يرجع فيه إلى القاضي أحيانا يحكم أنه لا يقتل وأحيانا يحكم عليه بالقتل لأنه لو فتح هذا الباب يعني دون ضوابط شرعية لتعدى الآباء على الأولاد مفهوم لكن الولد يقتل بكل حال مفهوم طيب تبقتل الزوجة الزوجة قتلها الزوجة يقتل بها تبه الزوجة قتلت الزوجة كذلك أسأل الله يسلم الجميع يا رب ولابد من اتفاق الأولياء اتفاقهم مع القتل في القتل العمد الآن ترك خمسة من الأولاد هذا المقتول فأربعة طالبوا بالقصاص الخامس قال لا أنا أريد دي ماذا نصنع هنا لا قصاص طالما تنازل واحد نعم لا بد نتفق الشرط الأخير الأمن من الاستفاة من التعدي في الاستفاة في القصاص مثاله الآن أرادنا نقطع له وإصبع ومريض بالسكر إذا قطعنا قد يموت فهذا هنا لا نقيم عليه القصاص من الذي يقيم هذه الأمور السلطان مفهوم طيب اتفق مجموعة من الناس على قتلك هذا أول قال أنا أحرص والثاني قال أنا أقطع جميع وسائل الاتصال والثالث قال أنا أقيد فلا وهذا قال أنا أغلق على فيه حتى لا يخرج الصوت والرابع قال أنا أرفع السكين الخامس قال أنا أدفعها في قلبه يقتل الجميع أي نعم مفهوم نعم لنا اتفقوا طيب كتاب بعد أن ذكر الجنايات أراد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى حد حدود وكل ما يصنع الناس من نهى الشارع الحكيم فلا بد أن يكون هناك حد وذكرنا فيما تقدم إما أن يكون الوازع والمانع طبعي أو شرعي ما الذي يجعل المسلم يمتنع عن المحرمات خوف من الله سبحانه وتعالى لكن هناك أشياء تتبعها النفس شهوات فجعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبات لأن النفس تشتهيها إن شاء الله نعصي منه وإياه وفي أشياء لا تشتهيها النفس جعل اكتفى الله سبحانه وتعالى بالوازع الطبيعي أكل الخبائف مثلا نعم طيب من الذي يقيم الحدود السلطان مفهوم فليس لك إقامة الحدود إطلاقا إلا ما ورد من أن السيد يقيم الحد على الأمر مفهوم طيب وأي حد حد الزنة فقط قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحدود حد الزنة نسى الله السلام العافية ذكر التفريق بين البكر والثيب البكر غير الثيب تجلد من السلطان والثيب الرجب من السلطان طيب زنة يقول نسى الله السلام العافية هو فعل الفاحشة سواء كان في القبل أو في الدبر فإذا كان محصنا من المحصن هو الذي تزوج بعقد صحيح وطئ دون الوطئ ليس بمحصن وكان وقت الوطء حر والموطوعة الزوجة حرة فهذا قال يرجم من السلطان حتى الموت طيب أما غير المحصن يجلد مئة ويغرب عن وطنه لماذا لماذا يغرب ما الفائدة فائدة لأنه يغرب عن وطنه في التغريب فوائد الأول حتى لا يرجع الثاني حتى لا يذكر من الناس ويكون عليه يعني مذم وكذا ويتوب بإذن الله مفهوم طيب حتى المرأة تغرب نعم تغرب عند من أو مع من لابد تغرب مع من يحفظ هذه المرأة محالمها نعم طيب كيف يكون يكون بالإقرار أو بإقامة شهود أربعة نعم عدول يصبحون بالشهادة طيب حد القذف يقذف رجل أو مرأة من المسلمين بالزنا إنساء الله قذف أو شهد عليه دون أن يكتمل الشهود الأربعة مفهوم فلو شهد ثلاثة على إنسان مسلم نقيم عليهم الحد ثمانين جلدة نعم طيب قذف غير المحصن فيه التعزير إذا قال الفقهاء التعزير عقوبة يقدرها القاضي أو السلطان لكن ما تصل إلى الحد يعني مثاله الآن قذف غير المحصن قذف عبد مثلا أو قذف إنسان غير محصن فهذا يعزل السلطان يعني ما يمكن أن يعزل بثمانين جلدة طيب التعزير قال يكون فيه كل معصية لا يجب فيها حد من حدود الله السرقة أن يسرق شيء له قيمة ربع دينار فصاعدة من مكان حريز الحرز ما هو الحرز كل ما عده الناس أنه في حفظ وفي حرز فهو حرز وقلنا مثلنا بالأمس بالأسواق الشعبية الأسواق الشعبية الآن يضع الناس البضاع وتغطى بخرق أحيانا أي نعم هذه حرز نعم سرق ربع دينار فصاعدة الدينار من الذهر أو ما يسويه من المال من حرز خرج بهذا ما لو كان يمشي في الشارع وأجد قطعة من الذهر ورفعها فهذه لقطة مفهوم نعم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف وكل ما أتى وكل ما أتى يعني في الشرع ولم يحدد لم يجعل له الشارع حد معلوم ترجع فيه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز هذا الحرز المحفوظ بماذا نعرف الحرز لم يأتينا في الشرع نرجع فيه إلى العرف فبالعرف أحدد نعم طيب السارق سرق ربع دينار من الذهب أو ما يسويه من المال من مكان فيما يرى الناس أنه حرز تقطع نسأل الله السلام العافية يده اليوم اليد من مفصل الكف مفهوم طيب وتحسم يعني حتى لا يسل الدم ويموت في الوسالة حديثة أو القديمة لا إشكال فإن عاد قطعت الرجل اليسرى تقطع الرجل اليسرى من أين تعرف إذا قطعت من الكعر لا يمشي ما استطيع المشي فماذا نصنع القطع يكون في مقدمة القدم ويبقى له المؤخرة حتى يمشي عليها فإن عاد لا الرجل كذا ما يستطيع المشي بعد هذا حبس اليد اليمنى فإن عاد الرجل اليسرى فإن عاد حبس يسجر مفهوم طيب أجلس يقول لا يقطع غير يد واحد أو رجل نعم حد الحرابة من هم هم الذين يخرجون على الناس واخطعون الطريق ويقوم بنهر وقتل والسريق إذا قطعوا الطريق وخوفوا الناس وسرقوا وقتلوا ماذا نصنع فيه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله واسعون في الأرض فساد أن يقتلوا إذا قطعوا الطريق وقتلوا وسرقوا ماذا نصنع فيه قتل ويصلبوا وفهم طيب وإن قطعوا الطريق فقط دون إذا قطعوا الطريق مع 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 السرقة والنهر تقطع أيديهم وأرجلهم وينفوا من الأرض طيب وإذا كانوا فقط قطعوا الطريق مالا عليهم يوم فهم من الأرض طيب فمن قتل وأخذ مال قتل ثم بعد هذا صلي ومن قتل فقط ولم يأخذ مال هذا قتل ومن أخذ ماله قطعة يده ليومنا ورجله ليستوى على ما قلنا ومن أخاف الناس فقط نفيا من الأرض طيب من هم البغاه البغاه هم الذين يخرجون على السلطان بشبه يخرجون ولهم غلبة وقوة يخرجون على السلطان بشبه خوارج وناس لهم غلبة وقوة يخرجون على السلطان بشبه ماذا يجب على السلطان يجب على السلطان أن يناصحهم رجعوا تركهم أصروا وعاندوا بعد المناصحة استعانوا بالله وقاتلهم لكن قتال هؤلاء مسلمين أو كفار ما الدليل ما الدليل إذا قلت ما الدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام البغاة هم قوم وجماعة من الناس لهم قوة وغلبة يخرجون على السلطان بشبهة فإذا خرجوا وجب على السلطان مناصحتهم فإن أبوا استعانوا بالله وقاتلهم ثم قال إنما المؤمنون إخوة إخوة نعم طيب لكن في قتال هؤلاء البغاة جرح واحد منهم وسقف هل نجهز عليه ونقتله لا تسبى ذرارهم تأخذ أموالهم من فر منهم نتركه مفهوم طيب خرج على الإمام يريد إزالة الإمام عن منصبه فهو باغي على الإمام مراسة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه كما صنع الصحابة رضو الله عليه عندما خرج الخوارج انتهوا كف عنه أبوا استعانى بالله وقاتله وعلى الرعية معونة السلطة في قتالهم اضطر إلى قتلهم يقتل ولا شيء عليه يعني لا ديا طيب إن قتل أحد من أتباع السلطان شهيد لا أتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم مال لهم ولا تسبى ذرارهم ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حالة الحرب والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام وآله